ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما أكد الخطاب السامي لجالة الملك المفدى على أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي في إشارة من جالته إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة الموارد والثروات الوطنية وكان للمرأة والشباب نصيب من الخطاب الملكي الجامع والذي بيّن اهتمام جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بعنصرين مهمين وبارزين في المجتمع البحريني وهنا وجه جالته بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك ومنها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بموادراتها المهمة وصندوق الأمل بمشارئه الطموحة كما مثلت حماية الحريات وحقوق الإنسان وتعزيزهما في مملكة البحرين إحدى الركائز في خطاب جالته أيده الله حيث أكد أن هذه الأجواء تعزز من المضي قدما لتطوير التشريعات ونظم العمل وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز التربط الأسري والنسيج المجتمعي ومن حسن الجوار الذي تجسده الدبلوماسية البحرينية إلى الاحترام المتبادل وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي ومكافعة الإرهاب هي محددات لخط سير المملكة في المنظومة الإقليمية والدولية إذ أكد جالته الاعتزاز بالمسيرة الخليجية المباركة وتطلعه لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي خطاب جاللة الملك المفدى في افتتاح دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس يعزز من روح العمل والنهوض بالوطن لدى الجميع لتحقيق التقدم الحضاري تحت لواء دولة المؤسسات والقانون ترجمة نانسي قنقر